السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل وسألوكم أصدقائي بفيديو جديد وخبر مهم جدا وخطير جدا أيضا بتعلق بقضايا الأطفال ومصلحة الشؤون الاجتماعية السوشية خبر دولته وسائل إعلام السويدي المختلفة اليوم بعنوان الاشتباه بترحيل أو نقل فتاتين قاصرتين قصرا خارج السويد واعتقال عدة أشخاص متهمين بهذا الموضوع وسائل إعلام السويدي تكلمت عن فتاتين عمرهم بين 12 و14 عام واللي هني بيواجهوا خطر التنقل خارج البلد بهدف التزويج أو الزواج القصري ضد إرادتهم بحسب وسائل الإعلام السويدي الفتاتين كانوا مسحوبين من قبل مصلحة الشؤون الاجتماعية السوشيال قبل عدة أشهر بسبب اشتباه بتعرضهم للعنف أو الخوف من تعرضهم للعنف وأيضا بيعرف باضطهاد الشرف وذلك بعد ما أخبرت الفتاتين أو أحد الفتاتين أنه أهلها ناوي أنهم يزوجوها خارج البلد وهذا الشيء طبعا نقلا عن أحد العوائل الحاضني اللي كانوا الأطفال وهدول الطفلتين عندهم طبعا الطفلتين كانوا واحد منهم بأحد مراكز رعاية الأطفال التابعة لمصلحة الشؤون الاجتماعية السوشيال ومعرف بالهوفي بيهم والطفل الأخرى كانت عندها إلي حاضنة لكن بشهر أكتوبر الماضي بأحد الأخبار اللي أنا نشرتها سابقا وصل الخبر لمصلحة الشؤون الاجتماعية السوشيال أنه هذول الطفلتين اختفوا من الهوفي بيهم وأيضا من العائلة الحاضنة وطبعا ما في معلومات عن هذول الطفلتين وإنما في اجتباه أنه هني تم نقلهم قصرا ضد إرادتهم خارج السورة طبعا الحقوقيين أو الأشخاص القانونيين اللي كانوا مسؤولين عن قضية هذول الطفلتين نفضوا الإدلاء بمعلومات تواضحة للأعلام السويدي كونه في سرية قانونية مطالبين فيها لكن الشيء اللي بيثير التساؤل وبصير الشبهات نوهل كان هناك تواصل ما بين هذول الفتاتين وأهلهم حتى تمكنوا من الهروب أو تم اختطافهم من قبل ذويهم ونقلهم خارج البلاد بحسب بوساء الأعلام السويدي فهناك أشخاص مخارطين بهذا الموضوع أو بقضية نقل الفتاتين خارج السويد من ضمنهم والدها حيث تم اعتقال أبوها لكن أمها مطلوبة حاليا لسلطات السويدية وهي مع الفتاتين خارج البلاد بالإضافة لذلك بحسب وساء الأعلام السويدي تم اتهام سيدي بالأربعينات من عمرها وهي كانت من ضمن النشطين بالحملة والمظاهرات ضد مصطحة شؤون الاجتماعي السوسيال أنه هي ساعدت هاي العائلة وعوائل أخرى بنقلهم خارج السويد طبعا هذا النوع من الأخبار أو هيئ القضايا بتكون دائما سبب وذريعة جديدة للسلطات والحكومة بالسويد لتشديد القوانين الخاصة برعاية الأطفال وقوانين مصلحة الشؤون الاجتماعية السوسيال بانتظار تكشف المزيد من التفاصيل عن هذه القضية وهيك نحن بكون صنة لاختام هذا الفيديو شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله